السؤال المتعلق بالمستقبل لأنه ما يحدث الآن هو في محاولة من جانب إسرائيل وبأنها تعيد رسم خريطة المنطقة كما تتصورها بشكل منفرد وفقاً لما يعكس مصالحها هي وبالتالي ده هيغير أشياء كتيرة في المنطقة هل ستنجح؟ ستنجح إلى أي حد وهي في الطريق من هنا لغاية ما توصل لما يمكن اعتباره نهاية المهمة إذا كان في نهاية لهذه المهمة إيه حجم المشكلات؟ إيه حجم المعاناة؟ إيه حجم القضاء الجديدة اللي هتظهر؟ حجم توسيع نطاق هذا؟ سهل يمكن أنك تغير خريطة المنطقة تحدث فيها تغير كبير من غير ما تفتح مساحة لتدخل أطراف ثالثة بطرق غير تقليدية يعني تساع نطاق العنف الحرب تبقى على نطاق أوسع دول أخرى تدخل فيها هل يمكن الإبقاء إلى أي مدى يمكن الإبقاء على حرب من هذا النوع في مستوى الصراعات للحروب التقليدية؟ هل يمكن توسحها أكتر من هذا؟ نحن أفكار ما إسرائيل دولة نووية وإيران دولة على حق إيران بتهدد من شكل مباشر يعني فأصد أنه الموضوع شديد الخطورة ومفتوح على كل الاحتمالات في الحقيقة إسرائيل بتقول إيه الحاجات اللي عايزة تغيرها؟ واحد عايزة تغير هيكل السلطة في قطاع غزة أن السلطة في قطاع غزة لا تبقى في إيد حماس مرة أخرى وده يساوي الهدف الثاني أنك تعمل عملية انتزاع اجتساس لحماس علشان تقدر تقضي على هيكل السلطة بتسيطر علي حماس دي بداية في حد ذاتها يعني تدعو للتشاؤم لأنه أصلا إسرائيل بحطة نفسها ده واحد من الهدف التي لا يمكن تحقيقها لأنك لا يمكنك أنك تقضي على منظمة ذات طبيع إيديولوجي زي حماس دي فكرة موجودة وهتظل تولد ناس مسدقة هذه الفكرة طول ما فيه أسباب لهذه الفكرة وحماس ليست منفردة هناك حركات مقاومة أخرى بالضبط يعني حماس وأخواتها يعني من المنظمات اللي ذات طبع ذات توجه هو إسلامي راديكالي إلى آخره يعني ده في حد ذات بهدف غير قبل للتحقيق إمتى بالضبط بسرعة تقول أنا قضيت على كل حمساوي أنا الآن أستطيع أن أؤسس السلطة جديدة في قطاع غزة من هي السلطة الجديدة؟ من يستطيع أن يتسلم السلطة في قطاع غزة من الفلسطينيين؟ هل السلطة الفلسطينية في وضعها الراهن أتمنى أنها تستعيد عفيتها قادرة؟ هل سيقبل فلسطيني أن يأتي على دبابة إسرائيلية يحكم غزة؟ هل ستلقى غزة في حجر مصر وتولي المشئولية أنت؟ فكرة قالت أن تعود غزة إلى مشئولية مصر كما كانت قبل حرب 67 كل دي أسئلة يعني مفيش إجابة عليها وأي إجابة هي إجابة سيئة يعني مفيش إجابة مريحة عن هذه الأسئلة وبالتالي اللي أنت تقدر تتعامل معها طبعا أنك لازم علينا نطرح كل الأسئلة لازم نطرح كل الأسئلة ونطرح كل الاحتمالات ويبقى عندنا تصور للي ممكن يتعامل في أفضل طريقة نقدر نتصور بها الموضوع في حالة تحقق أي من هذه السيناريات وطول الوقت تبقى مشتبك مع كل الأطراف مشتبك مع الغرب ورائع جدا مؤتمر القاهرة للسلام زي مساعدة سفيرة قالت أنك أسمعت العالم وجهة نظرك وفي الحقيقة برغم أنه ما صدرش بيان فيه نقاط خلاف واضحة لكن فيه نقاط اتفاق مهم جدا وتعكس مصلحة مصر يعني فيه اتفاق على أنه الالتزام بالقانون اللولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق بالمدنيين في فترات الصراع ده اتفاق واضح ما بين العرب اللي حضروا مؤتمر وبين الدول الغربية فيه اتفاق على عدم توقيع